بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة 136 لمجلس الوزراء هناك تدعيات خطيرة لإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه المستوطنون والجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية والذي يترافق مع الانتهاكات للمقدسات في القدس والخليل وتزايد عمليات البناء الاستيطاني إن المستوطنين يمارسون إرهابهم والجيش الإسرائيلي يحميهم من جهة ويعاقب المعتدى عليهم من جهة أخرى إن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر وإن على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية ما يجري من إرهاب وقتل بدم بارد وكان آخر ذلك ما جرى مع الشب محمد شوكة أبو سليم من سلفيت واستشهاد الطفل محمد نضال يونس من نابلس صباح اليوم من جانب آخر يرحب مجلس الوزراء بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 129 صوت لصالح قرار يؤكد على أهمية القدس ومكانتها الدينية والقانونية والتاريخية واعتبارها مركب عضوي من أرض فلسطين آملا من الدول التي امتنعت أو رفضت تصويت على القرار أن تراجع موقفها ليصبح منسجم مع التزاماتها بحل الدولتين من جهة ومع قيم العدل والحق والقانون الدولية من جهة أخرى أيضا تابعنا ونتابع ما يجري وما جرى في الجامعة العربية الأمريكية في جينين وسوف نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة ونتقدم بالعزاء لذوي الطالب المغدور ولعائلته ونؤكد لهم أن القانون سيأخذ مجرى وأن لا أحد فوق القانون وهنا أتوجه بالتقدير للأجهزة الأمنية على جهدهم في حفظ النظام العام وسلامة المواطنين أول أمس شاركت وعدد من إخواني الوزراء والوزيرات في إضاءة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم إذانا ببدء احتفالات لعياد المجيدة وبهذه المناسبة أتقدم باسم مجلس الوزراء إلى أهلنا من المسيحيين بالمباركة والتهنئة والتمنيات الطيبة لشعبنا البطل بالنصر والدولة والعودة إن شاء الله من جانب آخر مع ارتفاع أعداد الإصابات في العديد من دول العالم بالمتحور الجديد من فيروس الكورونا والمسمى اميكرون فإنني أدعوكم للحيطة والحذر والتقيد بشروط السلامة العامة والوقاية لمواجهة الموجة الجديدة من الفيروس أيضا تستمر إسرائيل في خصوماتها من أموالنا المستحقة لنا وقد بلغت قيمة الخصومات لهذا الشهر حوالي 214 مليون شيكل منها 100 مليون شيكل دفعات أتممناها لأسر الشهداء والأسرة وإن هذه الخصومات واستمرارها بهذا الشكل يضعنا في وضع مالي صعب وسوف نستمر في العمل من أجل الحصول على أموالنا كاملة يناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا أهمها القضايا المالية والرواتب والوضع الصحي وجودة الخدمات الصحية واستراتيجية وسياسات الوزارة إضافة إلى قضايا أخرى على جدوى الأعمال شكرا جزيلا